أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري تولي اهتماما كبيرا بالأسرة عبر برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهة الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة واجزة وخلال حضوره تدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان أكد محافظ الإسكندرية أن المبادرات الرئاسية تعد دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء المواطن صحيا واجتماعيا وتعليميا وتوطين مفهوم العادلة الاجتماعية